السلام عليكم معكم الدكتور هلال يارب تكونوا جميعا في احسن صحة واسعد حال انا بعمل الرسالة دية للناس الحبايب اللي بيتواصلوا معايا على الواتساب التواصل الشخصي معايا هو يسعدني جدا ويشرفني من اي واحد بيتصل من اي مكان في العالم لكن الوضع اختلف زمان لما كان حد بيتواصل بيا كنت بقى بطائر يعني اطير من الفرح لكن الوضع حاليا اختلف حاليا قناة اليوتيوب فيها فوق السبعين او خمسة وسبعين الف مشترك موقع ارافيل فيه يجي عشرين الف مشترك قناة ارافيل فيها برضو حوالي سبعتاشر تمنتاشر الف مشترك ما تتصوروش قد ايه الناس اللي بتتواصل وعايزة تتصل معايا على الخاص سيان واتساب او ميسنجر ممكن اكتر من متين اتصال يومي او رسالة انا بالرغم الندي شرفني لكن في بعض القيود في عندي تواصل مجانا بطريقتين الطريقة الاولى ان انت تروح على الموقع او قناة الدكتور هلال تتواصل زي ما انت عايز مجانه او تتواصل على الخاص بس الحقيقة اخده وعطا ازاي تروح على البزنس بتاعنا على جوجل وتروح تعمل لنا تقييم التقييم ده بيفيدنا وبيفيد البزنس بتاعنا يعني تشوف كم نجمة كده وتروح ضارب على مزاجك بقى تضرب لنا نجمة تضرب لنا ايه براحتك. في الحالة ديت ردا للجميل بقبل التواصل معك على الواتس اوب او الخاصة. مش عاجبك لا دا ولا دا. يبقى تروح تشترك في الموقع وتدعم الموقع. يأما شهر يأما ستة شهور يأما سنة وده بالفلوس. دول التلات طرق التواصل ما فيش اختيارات اخرى عندي. اللي بقى يقول لي احيانا اصل انا مليش في النت. ولا انا مليش في المواقع. طيب يا اخوانا كل واحد لي حدود او طاقة. التواصل معي انا نطاق امكانياتي هو على الناس اللي بتعرف نت. ما تعرفش نت. انا خدماتي فقط اقدر اقدمها للناس اللي عندها معرفة شوية بالنت. والانترنت. تعرف تستخدم الموقع. تعرف تروح جوجل بيزنس. وتدور على هلال ميديكال وتعمل تقييم او كده. ماشي. او تشترك في الموقع بالفلوس. وبكده بنقدر نتواصل. دول التلات خيارات اللي عندي. وارجو ان ما فيش حد يزعل مني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة.